طريقة مخفية عنك. اه تعدو تسعين في المياه ما غاديش تكون كده عرفة. ففي هاد الفيديو عدا غادي نوريك طريقة كيفاش تصمم تصميم تي شورت ناضي واحترافي وبكل سهولة وبشي حاجة اللي ابسط ما يمكن. اوكي مع لكم غير لايك كومنت كالعادة لتحفيز ولا اكتر. اوكي يلا نبدو. اول حاجة انك غادي تختار واحد نيتش. انا هنعملكم واحد اكزوم باش نشرح لكم يكون الفيديو خفيف ضريف باش ما ما يكونش طويل وتفهمو داية. اوكي اخترتي نيتش ديالك كتبتي شي حاجة مثلا هنا يا خدمت عليها في كنفا. المشكلة اللي كان هو انك غادي نهضره هنا يا على تصميم كيفاش تنسق ما بين الالوان. هناك هاي اللي كيعمل كل واحد اللون دياله مسائل كده ولا كل حرف بلون هاد شي عادي اوكي هاد شي كنعرفوه كاملين. طبع عندي واحد طريقة اللي عتسهل عليك بزاف بزاف شنو وهي انك غادي ندخلو هاد الكتابة هادي كيما كاتشوفوها غادي تكون آآ غادي نجيبو واحد الفوتو وغا تكون ديك الفوتو فوز ديك الكتابة. يعني هاد طريقة هادي احترافية وعلي حسب انتش منيش اختارتي وش من فوتو اللي اختارتي باش تبلك الفوتو اللي واعلى فغيمو واعلى. وتحقق السيز ديالك. اوكي يلا نبدو اول حاجة غادي نعملو انك تبتيس المسائل ديالك كاملة هنا. وغادي نمشي نفتش لاشي فوتو. انا عندي النيت ديالي كهدار على السامر. فغادي نفتش لاشي حاجة السامر ولا انتا قل واحد الافكار ديال. ما عمشيش لنا غرافيك غادي نمشي هنا يا فوتو. اوكي هنا يا عمشي الفوتو وغادي نشوف نختار شي فوتو اللي تكون في غيمو واعلى وندخلوها بدك الطريقة اللي يقول لكم. كيفاش غادي نعملو هاد شي هذا? غادي نعملوه طريقة احترافية عن طريق فوتوبيا. ولكن خسكم دعملوه حلميتو في كنفو عاد ننطلقو فوتو بيع. اوكي اجي نشوفو مثلا انني اخترت هادي. اه كيما كاتشوفو هاي الكتابة هاي فوق اه فوق الفوتو. غادي نمشي وغادي نعملو مثلا بحال هيدا. نطلعوها. كيما كاتشوفو هبطناها ولا طلعناها فما كاتدخلش بوص الكتابة. واضي نوريكم واحميزة اللي وعلى بزاف وسهلة. اوكي ما علينا غير اه نعوتو. اوكي هنا يا غادي نعملو واحد الباج جديدة. اوكي باج جديدة. وغادي نجيبو هاد الفوتو اللي اخترتوها ديما عملوها هنا يا وكبروها عادي على حسب هاد القدر. شي حاجة اللي سهلة ماشي شي حاجة صعيبة. اوكي هنا بحال هيدا. اه ولا تختاروش شي حاجة ما كنظنش هدا. اوكي المهم انا عادي نوريكم اه اكزومب وصافي مشي شي حاجة لدي اوكي. ده با شنو غادي نعملو هنا هاد نطلقون باش نتيري سرجي والفوتو ديانا عادي بحال دايما هنعملو تيري سرجي هنا اه قبل ما نمشيو تيري سرجي واي حاجة مشيونا الباج لي قدكون هنا يا وعاد تكون لكم بحال هيدا زولو هنا باش تختاروش باج لولة ولا تانية. غادي نعملو مثلا باج لولة نعملو تغميني نزولو لباكراوند ديانا هدي اللي عادي هاد طريقة هادي. اوكي انا ديجا تيري سرجيتها. مرها مني تكمل اجي بحالك. اه زول باج لولة عمل باج تانية وتيري سرجيها ما تكليكيش على باكراوند يعني ما تزول لاش الخلفية ديها للصورة. اه باش بهاد الطريقة غادي نقومو بها تصميم الرائع. اوكي. انا ديجا تيري سرجيتهم. ثم عا تقومو بهاد الطريقة هادي. او غادي نطلقو فوتوبيا. كتبو فوتوبيا في جوجل غوشيخ ديالكم. وهي اللي ديجا سرحتها لكم. اللي قد عوض وكاد عوض فوتوشوب كذلك. فهي اه تطبيق واسيت اللي اه كي استعملوه بزاف المصميمين تي شيرتات. اللي فغي ما وعره بزاف. واللي هي الميزة اللي وعره وعره. فهي مجانة. فاش كتستنى وبقى وتخدمو فوتوبيا حتى هي. فانا عنوريكم طرق اللي تقعوا تخدمو بيا. ومسهالة لكم المأمورية. اوكي. اول حاجة غادي نكليكيو على اوبن هيا. غادي نختارو اول حاجة هو اننا غادي نختارو الديزاين اللي عملناه. اللي اختارنا هذيك النيتش. ولكن يكون اه مزول الخلفية دياله يعني باكراوند دياله. اوكي بها الطريقة هادي مزيين. فغادي يمشيون هاد اه فيل هنا. وغادي نكليكيو. هادي طريقة مهمة نتبه مزيين. اوبن بلايس هاد لعبة هادي. فمزيين. هنا هادي تختارو الاماج ولا الفوتو اللي اه مزولنا لاش الباكراوند دياله. وهادي طريقة مهمة جدا. تغروري خصوك تعمل هادي باش نعلي. اوكي اذا جاتك في حالة الطريقة فمزيين. واللي جاتو بحال هيدا. فمالغي يعلي هاد تصويره هنا. ننفق. وتجعلها شكل هادي. فمزيين دابا. دابا حاليا باقي ما شوفنا هاش فصل الكتابة. فشنو غادي نعملو باش تظهرنا فصل الكتابة. غادي نمشيون ها هي كما كتشوفو هنا يا. وهنا يا غادي آآ نتحصلو على تصميم رائع بهذه الطريقة. وشوفو مزيين. غادي نكليكي هنا كما كتشوفو تصميم رائع بهالطريقة انك آآ ممكن تختار يعني الفوطو اللي يجي متناسق هادا شوية. اوكي ماشي مشكل نعوضو بحال هيدا. قد قد عوض بحال هيدا حتى قد آآ تحصل على تصميم اللي باغي انتا. اوكي بهالطريقة هادي انك حصلت على لي نفترض ان نعجبك بهالطصميم هادا ولا شي حاجة صافي كملتي بهذا الطريقة فغادي نمشيون هنا يا فيل وغادي نمشيون آآ اكسبورت وغادي تكليكي على هنا يا عادي نصدر شي حاجة ماشي بزاف. آآ صافي ها هي وجهتك هلا شكل دي باغي انتا طريقة احترافية كما كتشوفو وهنا غادي تعمل وغادي تتحصل على الفوتو ديالك بكل سهولة. فممكن نرجعوا آآ كنفا ونشوفوها تصميم اللي نشوفوه بحال هيدا نفتحوا واحد الباش جديدة ونشوفوه كما كتشوفوها هو تصميم اللي ناضي وهانتو ما شوفو الفرق ما بين هذا وهذا را كين واحد الفرق وعاد المشكل اللي كين هو انك صعب بزاف باش تقدر تحصل على هاد الكولور وعلى هاد الطريقة هادي فمعليك غي تصميم بحالات تي شيرتات وغادي يكون ديك شي ناضي اوكي فاذا عجبك الفيديو وستفتي خلينا لايك كومنت كالعادة وطالوا الدراري واستنوا الجديد باقي ماجي شي حاجات اللي ناضية ناضية ترجمة نانسي قنقر